ترجمة نانسي قنقر ضد التهديدات الخارجية وتوسيع التعاون في مجالات التجارة والعلوم والتكنولوجيا مع الدول ذات التفكير المماثل لدعم السلام والازدهار في الشرق الأوسط ويعزز هذا الإعلان رؤية الاتفاقية لتعزيز التعاون بين مجموعة أوسع من الدول التي تشارك في المصالح المشتركة ورؤية مشتركة فيما يتعلق بالردع والديبلوماسية والأمن والتعاون الاقتصادي وخفض تصعيد النزاعات في منطقات الشرق الأوسط ويمثل مشروع الاتفاقية الذي وقعه سموة للعاد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الأمريكي في واشنطن في 13 سبتمبر 2023 إطارا جديدا لتعزيز التعاون عبر مجموعة من المجالات من الدفاع والأمن إلى العلوم والتكنولوجيا والتجارة وتعزز الاتفاقية بناء شرق أوسط أكثر أمانا وازدهارا وتسهم في ردع النزاعات في المنطقة وتعزيز الاستقرار الإقليمي والتخفيف من حدة التوترات كما تدعم التعاون التجاري والاقتصادي ترجمة نانسي قنقر